ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بألف خير هنتكلم النهاردة عن شجرة مباركة زكرة اسماه في القرآن الكريم حلقتنا النهاردة عن شجرة الزيتون بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم مني كل جديد ويلا بينا نبدأ حلقتنا بتعتبر شجرة الزيتون من الأشجار المعمرة والمباركة التي تم ذكرها في القرآن الكريم وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على عظمتها وفايدها الكسيرة للإنسان حيث يتم الاستثلال بظلها واستخدام أخشبها في صناعة الأساس وفي إشعال النقل كما استعمل زيتها قديما في إضاءة المصابيح وهو يستخدم في الطهي إضافة إلى قدرته على علاج العديد من الأمراض لاحتواءه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم تزرع أشجار الزيتون في مناخ البحر الأبيض المتوسط والذي يتمتع بالبرودة والأمطار في فصل الشتاء ودرجات الحرارة العالية في فصل الصيف ويمكن زراحته في كافة أنواع التربة كما أنه بيتحمل الملوحة الشديدة للتربة وبيستخرج زيت الزيتون من ثمار الزيتون وهو يعد الزيت الوحيد الذي يمكن استخدامه وهو خام حيث يمكنه الاحتفاظ بعناصر الغذائية من أحماض دهنية أساسية وفيتامينات استخدام زيت الزيتون وأخشابه كوقود للحصور على الدفع فهي كثمار وكزيت بتعد مصدر للطاقة وغذاء غني بالمعادن والأحماض الدهنية الضرورية وغيرها الكثير من الفوائد التي تعود على الجسم من الداخل والخارج ويوصي خبراء التغذية بتناول الزيتون يوميا لما له من أسرار وكيمة غذائية عالية لأجل الغذاء على نظام غذاء صحي ومتوازن فوادي الزيتون الحفاظ على صحة القلب والشرايين بيساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين وحمايتها من الجلطات تقوية المناعة ومحاربة الجزر الحرة لأنه بيحتوي الزيتون على مضادات أجسدة من فيتامين ألف وها وأثبتت الدراسات أن زيت الزيتون بيحتوي على مواد تعمل على مقاومة وقتل الخلايا السرطانية كما وجدت الأبحاث أن زيت الزيتون له ضر كبير في الوقاية من الزهايمر بيحتوي الزيتون على كمية منخفضة من السعارات الحرارية وهو مصدر جيد للدهون الصحية وبيعد الزيتون مصدر جيد للحديد حيث أن الحديد بيدخل في تركيب الهيموجلوبين في الدم لإحتواء الزيتون على حمد الأوليك وجد له خوائص في المحافظة على البشرة وممرونتها كما يعد زيت الزيتون مفيدا جدا لفروط الرأس والشعر فهو يمنع جفاف الشعر وجارته بفروط الرأس الجافة يلعب التهاب المزمن دورا رئيسيا في العديد من الأمراض بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتودي والصدفية والزيتون مليء بمضادات الأكسادة التي ثبت أنها تساعد في علاج التهابات المزمنة وتخفيف أعراض هذه الحالات وغيرها وبكده تكون خلصت حلقتنا وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة ونبتة جديدة من بلا كونتش باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر